ترجمة نانسي قنقر اليوم سأكلمكم عن الحواس سأكلمكم عن الحواس أن أحاول أن أعرفكم ماذا هو التوحد يمكن أن هناك أشخاص يسمعون قبل كده عن التوحد أوتزم هل يحد يسمع قبل كده عن الأوتزم؟ هاو الأوتزم أعاقة خفية لا يوجد ملامح يعني عكس ما نرى بالنسبة لياسمين عندما كان أحد يشاهدها كانت تقول كيف هي الرياكشن من الناس لأنهم يبدو أن يظهروا قوي الأعاقة الخفية ومشكلتها أنها لا يوجد أي ملامح لا يوجد أي ملامح فيزيقية عندما ترى أي شخص لديه المشكلة يستغربوا التصرفات لأنهم لا يفهمون أن هذه التصرفات جاءت منهم وهذا نفس ما حدث لنا عندما بدأ مصطفى ابني يبدأ له التواحد وبدأنا نحس أنه يتغير ونحن لا يفهمون ما هو يتغير يعني كان يبدأ أنه كان لديه كلام وهو صغير قوي وهو كان له التواحد اسمه التواحد التراجعي وهو يكون لديه قدرات ثم تبدأ القدرات كان يتكلم ويرسم كان يغني كان يلعب مثل كل الولاد وبعدين مرة واحدة ابتدى أن هذه الكدرات تروح ونحن لا نفهمون هي تروح لماذا؟ ابتدى أن أذهب لهم من الحضانة ولكن أسأله عمالت ماذا؟ لا يتحدث لي ما هو عمل في نفس الوقت بنت خالته قدوا يتحدث لي ما هو عمل وكلهم عمل فأنا أشعر أن هناك شيء غلط فأنا أذهب إلى الدكاترة كما كانت ياسمين بتحكي على مامتها عندما أذهب إلى الدكاترة الدكاترة لا يجب أن يكون لديهم معلومات كافية عن الأعاقة فكان دائماً يحسسوني أن أنا يمكن أن بنتي أكبر بخمس سنين يمكن أن أنا كثيراً تقلت لي لكن أنا كأم كنت عارفة أن هناك مشكلة وبدأت أن أدور هذه المشكلة فين وجاء منين وما سببها كان أهم شيء بالنسبة لي أن أفهم ما سيحدث يعني لماذا التصرفات التي أرى جاء منين كل المعلومات تخشنا من الحواس التي كنا كلنا فاكرين أو تعلمنا أنهم خمسة حاسة الشم حاسة البصر حاسة السماء حاسة التزوق حاسة الملمس بعد ذلك اكتشفنا أو عندما بدأنا نفهم عن التواحد بدأوا يشرحوا لي أن هناك حواس ثانية هناك سبع حواس وطبعاً عندما بدأنا ندرس وجدنا أنهم في الطب عرفين أن هناك سبع حواس لكن يمكن أن لا يهتم بهم كما يهتم بنظرية التكامل الحسي أو كيف أن هذه الحواس تخش منها المعلومات فالمعلومات تترجم عندنا كمعلومة ما يحدث عندما يأكل موزة نأكل الموزة تحس تقل الموزة تحس تشم ريحتها ثم تكلها وتعرف طعمها يبدأ لديك معلومة كاملة ما هي الموزة إذا كانت كيك طعم وموز ستعرف إذا شربت لبن بالموز ستعرف هناك موز إذا قلنا لك ما هي الفاكهة التي شكلها مثل الهلال ستقول الموزة ما هي الفاكهة للونها أصفر ستبقى الموزة وهكذا أنت كان عندك معلومة كاملة دخلت منين دخلت من الحواس نحن نتحدث عن أولاد الحواس تعمل بطريقة أعلى أو أوطأ من الطبيعي سأرجعكم عن الحتة الحواس ما هي أعلى أو أوطأ من الطبيعي لو أحد فينا قاعد في فرح في جنب سماعة أو في أي مزيكة حفلة يأتي لجنبك ستقول بالسماع هل أنت مرة واحدة جاء لك عاقة سماعية؟ لا ما حصل أنت مخك يقول لدنك أنا دخلي ألم من الحس ماذا في المجال الحس الآن السماع وهذا ما نجد أن هناك أمهات كثيرة يقولون بعد ذلك عملت مركز وهذا المركز يعمل تشخيص أن الولد يتصرف كأنه مستامع لكن في نفس الوقت لو حد فتح كيس شبس على بعض ثلاث قوة كمصطفى يبقى موجود في اللحظة واحدة لأنه متسجل عنده صوت كيس شبس هذا صوت محبب لي هذا صوت سينتج عنه معزز أنا أريده الذي هو الشبسي في هذه الحالة سنفهم أنه لا لا مشكلة في السماء هناك مشكلة في أنه إمتى يختار وإمتى لا يختار أنه يسمع لو بصنا على بقية الحواس بنفس الطريقة لو قلنا حاسة البصر يعني مثل دوضاء سمعية ودوضاء بصرية دوضاء البصرية من الألوان الكثير من الرسومات القريبة من بعض من النقشات وهكذا يمكن أن كما نقفل مجال السماء ونقفل مجال البصر يعني لا يقفل مجال البصر ولكن يبدأ يبصر للأمور بطريقة مختلفة يبدأ أنه يمكن كثيراً من عندهم توحد الأمهار يقولون أنه لا يقفل التواصل البصري هو أول شيء في التعامل الاجتماعي بيننا وأنتظر أنه لا سوف تغير وراء أخرى لكن عندما يكون كما يوجد التواصل البصري نحن نشعر أنه بعض تقل من 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 لأنه لديهم قدرة على الكلام، لأنه 60% منهم لا يكون لديهم قدرة على الكلام، هناك 40% منهم، وهناك منهم مسلمون بروفاسور في الجامعة، مثل واحدة اسمها تامبل جراندم، وهذا معروف قوي، وبروفاسور في أجريكولتور، قالت وقالت أنني أفكر بالصور، وأنني بالنسبة لي أرى صور تتحرك، فبالنسبة لهذا الصور، لما تتحرك، لو حاولت تفكر أنك تتفرج على فيلم من غير صوت، فهي يجب أن تتحرك أهداً قليلاً، لذلك بدأنا نتعلم كيفية المدخلات من هذه الحواس ستفرق فيها، وسأخبركم أكثر كما نمشي. هناك الأجهزة الثانية، حسين، وهناك سبع حواس، وهناك حسين لا نعرفهم، أو أنا لا نعرفهم، هناك شيء اسمه الحس الديهليزي، وهو حسك بأنك متوازن أو غير متوازن، لذلك هناك مننا لا يوجد توحد أو شيء، مثل هذا، لكنني أحب أن تتحرك كثيراً، وهناك مننا كثيراً، وهو يتكلم ويتتحرك، وهذا يبقى أرياحه، وهذا يجعل أنه يحسسه بالتوازن، لا، أنا هنا مرتاحة أكثر، لا، أنا هنا أقف قليلاً، لا، أنا أتعب، هكذا، ستجد أن هناك أولاد، ليس لديهم أيضاً، ولكن لديه حركة زائدة، ويكون لديه مشكلة في هذا الجهاز الحسي، فهي تتحرك كثيراً، وهو يحاول أن يجد نقطة التوازن، يحاول أن يحقق التوازن، الذي لا يعرف أن يحققه، لأن هناك مشكلة عنده في هذا الحسي، وهو أيضاً إحساس الإنسان في جسمه في الفراغ، كلنا عندنا في المفاصل، هناك سنسر، تقول لنا، جسمك يبتدي فين؟ خسيتك، أنت قاعد، واقف في جميع الأحوال، أنت تعرف وضعك، وضعك في الفراغ، أنت نايم، أنت قاعد، بالنسبة لهم، يمكن أن يكون هناك مشكلة، وهذا يجعلهم لا يحسون الفرق بين اسمهم وبين الأشياء الثانية، يعني أنا ابني صغير، لا يمكنني أن يحدث في الكرة، وبعد ذلك، فهموني أن حدث في الكرة، بالنسبة له، كان يحدث في حتة من جسمه، لأنه ليس لسه كان فاهم الفرق بينه وبين الكرة، وهو ماسكها، يعتبرها جزء منه، فهذه طبعاً تبقى مشكلة، كل ما أتحدث لكم، هذا ينعكس في مشكلات الثانية، مثل التعلم، كيف سيتعلم، كيف سيقلد، كيف سيررف الفرق بينه وبين الأشياء الثانية، بعد ذلك، تعمل فجوة، فهذه الفجوة، إذا لم يحقناه، وهم صغيرين قوي، تكبر، وتكبر، 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 الولد عندما يحاول أن يفعل، ما الذي نرى في الأوتزم، أن نرى بيهيفيرز، أو أن نرى في التوحد، أن نرى سلوكيات، السلوكيات، تحاول عن طريقة الطفل يقول لنا، أو الكبير الذي لديه توحد، أنه ليس مرتاح، وكان في الوقت، في الوقت، عندما يأتي الطفل، يأتي الطفل، ويقوم بعمل دوشة، ويأتي بالعكس، كنت أقول لأم، أن الطفل الذي يزع ويعيط، يجب أن نعرف أنه ليس مرتاح، ويريد أن يغير حواليه، أنا أبني، لم يكن أعيط، كان مرتاح، ويأتي نفسه، ونحاول أن نظهر من العالم، أنه يشترك معنا في العالم، الذي يبقى العالم، كانت المشكلة بالعكس، ليس المشكلة، أننا نحاول أن نرى ما هي الحاجات التي يحبها، لا، لم يكن هناك شيء مؤرر أن يحبها، كنا نحاول بالعكس، أن نبني شيء داخل أن يحبها، ونبدأ أن نستعمل المعززات، أو الـ ونبدأ أن ندخل معلومات جديدة، وندخل أفكار جديدة لكي يتطور. الإدراك البصري في التوحد، وهو من الأشياء الصعبة، أن البصر ليس معناه أن أرى، فإن أترجم ما أرى الأفكار، من دون الإدراك البصري، لأنني أعرف العمق، وأنني أعرف الدبث، وبالطريقة هذه، أستطيع أن أعرف، وأنا ماشي، وأنا جاء على الحفة المسرح، أن هذا خطر، أنا أقف، الذي لا يوجد هذا الإحساس، يبقى أنه خطر، يمكن أن لا يعرف أنه وصل في نقطة، يمكن أن يؤذي نفسه، سأقول لكم شيء غريبا قليلا، أن أبني كان لديه ساعتها ست سنين، وأنتي قادة هنا لكي تفكرني، فيما كان لديه ست سنين، مصطفى أكشن، أو أكشن، سأبدأ لكم الناحية الثانية، وجدت الإنتركم يضرب، وجدت البواب يقول لي، مدمها، مصطفى على تكهيف التكهيف في قطته، أنا لا أعرف كيف هي دخلت دقيقة، دقيقة غفلت عنه، وفي هذه الدقيقة، قرر أنه يريد أن ينزل، والباب كان مقفول، فأنتصرف، لديه مقفول، وجدت الكرسي، وتلع، 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 سبحان الله، أن ربنا قدرني أمشي لغاية الشباك، وأن أنا أدخله، هذه كانت من اللحظات حاسمة جداً في حياتي، لأنها في هذه اللحظة، عندما مسكت وحضنت وقعدت، أنا نهرت، وبدأت أقول، لا، أنا أريد أن أفهم ما يحدث، لماذا هذا يحصل؟ أفاكم، الحمد لله هو جيد، وعنده 22 سنة الثلاثة، في هذه اللحظة، كانت من اللحظات التي غيرت حياتي، التي قررت أن أغير حياتي خالص، سأجعل عمل، سأجعل كل شيء، وكل الذي ستعمل، سأحاول أول شيء، سأفهم هذا الولد، سأحاول أساعده، وسأحاول أساعد الناس أخرين، في نفس المشكلة التي موجود فيها، وهذه كانت البداية، أننا بدأنا بها مجموعة من سبعة أمهات، بدأنا جمعية، وهذه الجمعية حسستنا، أننا جميعاً في نفس المركب، وندور على نفس بر الأمان لأولادنا، هناك منهم يتحسن، ووصل نفسه، مع مدرس الدعم، أو من غير مدرس الدعم، لكن هناك منهم حياته مختلفة، وهو سيتجه للتعليم المهني، سأقوم بعد ذلك في المهني، ونرى هل سيحتاج أن يعمل في ورشة محمية كلياً، أنا ابني، يعمل في ورشة محمية كلياً، لكي يجب ظروفه، هناك من أولاد، يتلعون مع جوب كوتش، أو أخصائي تشغيل، يدعم التشغيل، يتلعون معه، مثل المدرسة، هذا الأخصائي، يتلعون معهم المصنع، هناك من أولاد، يعملون في المصنع، عندما يعملون في المصنع، ينتجوا كويس قوي، لدرجة أن رئيس العمال، ليس صاحب المصنع الحقيقية، معرفة لكي دخلنا، لكن رئيس العمال، وهذه الحتة التي أمبسطت منها، وهو الذي قال، أنا أريد أن أفتح خط إنتاج آخر، فقلت له، ما يعني أنك أريد أن تفتح خط إنتاج آخر؟ فقال أن الولاد لديهم دقة جمدة جداً، في مصنع تكهيف، يجمعون نسبة الخطأ عندهم، أقل من نسبة الخطأ عند الإنسان العادي، الحاجة الثانية، لا يذهب للحمام ويزوغ، ولا يتكلم في التليفون، ويحب وينسى ويرجع، ولا يجذب، ويقول أنا رايح، أصلي، ويروح الحقيقة، لا يصليش، للأسف لديهم عمال كثيراً، فهو لقى أن العمال اتكسفوا من الولاد، لقوا أن الولاد إنتاجهم أحسن، نسبة الخطأ أقل، والتزامهم أعلى، والعمال نفسهم بدأوا يتكسفوا، نحن أولادنا مبسوطين، كانوا في الأول أبسط، يعني أنهم مبسوطين أنهم سيركونوا الأوتوبيس، ثاني مبسوطين أنهم سيلبسوا الأفرول، بعد ذلك، مبسوط أن يأخذوا وجبة، ويروحوا يعودوا وسط العمال يوم الترابيزة، ويأخذوا الوجبة، بعد ذلك، مبسوط أن يقبض، ويقبض فلوس، المشكلة التي ياسمين قالتها بالنسبة للجامعة، كان لدينا أيضاً مشكلة، كيف سيقبضوا، ويعتبروهم فاقد الأهلية، فالفاقد الأهلية لا يستطيع أن يقبض فلوس، وهذه كانت مشكلة أخرى، كيف نقبض بدلهم، وبعد ذلك، نقبضهم، وهذه أيضاً من المشاكل التي قدام، ومصر تتطور، وتحل كل مشاكلها، يجب أن نفكر، نحل مشكلة كل زاوية الأعاقة، أنه ليس دائماً، يجب أن يكون فاقد الأهلية، من أكثر الغموض في الأعقاد، التوحد، يمكن أن لا تفهمون الكثير من الناس، ولكن لغاية النهاردة، العلامة بتاعته البوزل أو الأوحاجية، لأنه لا يوجد أسباب واضحة، لكن وجدوا أنه له أسباب جينية، لأنه يمكن أن يكون في التوائم، عندما يأتي ولدين توقم، الأثنين يمكن أن يكون عندهم، أو عادة، الأثنين يكون عندهم التوحد، ولكن يمكن أن تختلف الناس، فقالوا أن هناك استعداد جيني، كما فيه أسر، لا يمكن أن يكون عندها استعداد جيني للسرطان، أو أسر عندها استعداد جيني للسكر، لكن هل معنى كل واحد موجود في هذه الأسرة، سيحدث له هذا؟ لا، لكن يحدث أن يكون هناك من البيئة، أو من البيئة، أو محفز، هذا المحفز يحرق السبب أن يحدث التوحد، لكن هناك أبحاث كثيرة شغالة، وهناك أبحاث ستتعامل على مستوى العالم العربي، أيضا، أنا أمينة سر الشبكة العربية للتوحد، وهذه فيها خمستاشر دولة عربية، وهناك اهتمام جدا بأننا البحث، إن شاء الله سيأتي عن طريق مركز القومي البحوث، سيأخذ مصر لدراسة هذه الزهرة، لأننا نحتاج في التوحد لكي يدرسوه، كما قلنا، فيه استعداد جيني، يدرسوا الأسرة الممتدة، وعندنا الحمد لله في العالم العربي، الأسر تفضل متربطة، وتمسكة، والناس عارفها بعض، فبالطريقة هذه، يمكن أن يقوموا دراسة أوسعة، وأعم وأشمل، ويكون لها نتاج إن شاء الله، أن تستطيع أن تساعد الولاد في المستقبل. نسبة التوحد، وصلت واحد من 88 في دولة مثل أمريكا، لأن أمريكا يأخذ أرقام جيدة عن كل شيء يحدث في البلد عندهم، لدينا الحقيقة أن نسبة الأعقاد ليست معروفة، ولكن ما أقدر أقول لكم، أن الأعقاد كلها نسبتها 15%، وهذا حسب إحسائية منظمة الأمم المتحدة، الـ WHO، بالنسبة للعالم كله، أي أننا في مصر، 12 مليون معاقب. من الـ 12 مليون معاقب، نسبة التوحد، أيضا حسب الـ WHO، على مستوى العالمي، 1 من 500. لو أخذنا شيء في الوسط، ما بين الـ 1 إلى 500، ومن الـ 1 إلى 88 الموجودة في أمريكا، يعني أنا أعتقد أن على أقل في مصر، نتوقع أن النسبة 1 من 250 على الأقل، يعني في أمريكا، عندما كانت النسبة وزلت 1 من 166، كان اللوجو الذي تلع سناتها من أربع سنين، إذا لم يكن هناك شخص لديه توحد في حياتك، أكيد ستقابل شخص لديه توحد طول فترة حياتك. أصعب في التوحد أيضا أنها أعاقة اجتماعية، بالنسبة للأعاقات الثانية، أولا الأمور، ممكن أن يأتي له مردود، أو حتى المدرس، ليس فقط، يأتي له مردود والأخصائي، أن يعمل مع هذا الشخص، يبتسم له، يتحك له، ينبسط عندما يشاهده، يجري عليه، لكن في هذه الحالة، هذا الشخص يتقوقع، ممكن أن نسبة كبيرة منهم داخل نفسه، ومعادة طبعا، لو كانت كل ما كان عدد الحواس المتأثرة عنده أكثر، كل ما سيتقوقع داخل نفسه أكثر، لكي كما قلنا موضوع السماعة، سيقفل المجال، سيقفل باقي المجالات، لكن بالنسبة للحساء واحدة أو اثنين متأثرين، يكون هناك نسبة مع تدخل مبكر، أنهم يصلون لحياة عادية جداً، مثل كل أكرانه، سواء في العمر الصغير أو في العمر الكبير، بالنسبة للتوحد، الأعاقة الاجتماعية، تبقى صعبة، تبقى صعبة على الأهل، تبقى صعبة على الأم وعلى الأب، وفي نسبة الطلاقة عالية جداً، موجودة في الأسر التي عندهم توحد بسبب هذا، بسبب أن هذه الأعاقة الاجتماعية، لا يوجد مردوداً للأسرة، وبالتالي، يبقى أن الناس تعبانة من هذا الموضوع. هذه قائمة بكل البنود التي يشخصوا التواحد، إذا كان الطفل حقق سبع من الأربعة عشر، أو الآن يبقى عام ١٨، وعندما كانوا أربعة عشر، إذا كان يحقق النص، يقول أنه لديه توحد، وإذا كان لديه بعض السمات، يقول أنه لديه بعض السمات التواحد، لكن يمكن أن يكون لديه أعاقة أخرى، أو لا لديه أعاقة، فقط لديه سمات من التواحد. التواحد أعاقة شمولية، تحتاج إلى أن نفعل تدخل شمولي، وهذه مشكلة موجودة، أتقالت في أي شيء، أيضاً، لدينا مشكلة في مصر، لكنها ليست في مصر، لكنها في العلم العربي كله، أنه لا يوجد عملية، لا يوجد العمل كمجموعة، لا يوجد احترام التخصصات، فالذي يحدث أن الولد لديه مشكلة في الكلام، والأم يذهب إلى الدكتور، والدكتور يقول لها أن يذهب إلى أخصائي التخاطب، والأخصائي التخاطب يقول لها أن يأخذ معنا جلسات، ويكون مثل الفل، لا يحتاج إلى أفعل شيء أخرى، لا، لو الولد لديه مشاكل، لا يوجد حواثة بالحواث كما قلنا، فأني حاسة أو شيء لظهر قوي، فالأم يذهب إلى تحاول أن تدور على الحل، المشكلة أنه يجب أن نتعامل كمجموعة، يجب أن نتعامل كلنا كمجموعة، يجب أن يكون هناك تدخل بيولوجي، يجب أن نرى ما للطفل يحتاجه، سواء أدوية أو إضافات للطعام، يجب أن نرى التدخل الحسي العصبي، هل يحتاج إلى العلاج الوظيفي، هذا ليس موجود في مصر، لكن يجب أن نتعامل أخصائيين من الأردن، وهو اسمها Occupational Therapy، هذه هي من ضمن المعجزات التي نحاول أن نحقها من سنة 97 لغاية الوقت، أن نفتح كلها للعلاج الطبيعي، حتى لو موازية كلها للعلاج الوظيفي، وموازية لكلها للعلاج الطبيعي، نفس المناهج لمدة سنتين، كل ما يحتاجونه أن يفتحون سنتين كمان، وآخر شيء هو التعليم السلوك، لأن أول ما نتعلم السلوك، أول ما نتعلم أن نقعد ونبص وننتبه، هذه هي الطريقة التي نتعلم بها. كيف ساند الأشخاص الذين يأخذون؟ أول ما يجب أن يكون هناك تجاهات إيجابية من المجتمع، نحن نرى بالنسبة لياسمين، الفرق في حياة ياسمين كان أولاً الأسرة، الأسرة إيجابية، الأسرة مساندة، المجتمع الذي كان حواليها كان مساند، ويدعمها، ويبص على النجاحات، وليس على الإخفاقات، وهذه أيضاً مشكلة موجودة بيننا كلنا، قلتها الدكتورة أميرة، وهو تقبل الفرقات واحترام الغير، وهذه هي من الأشياء التي يجب أن نبطل نتريع على بعض، نبطل نقارن، نبطل أن نرى من الأشتر، ومن الأسرع، ومن الأقوى، ومن الأنبه، نحن كلنا في الآخر، التنوع الموجود في البشر، هذا من العجائب التي ربنا عملها فينا، سبحانه وتعالى، لكي نتطور، إذا لم يكن هناك التنوع الموجود، كنا كلنا سيبدأ منها تقيلة أوية، لأننا كلنا سنفعل نفس الشيء كل يوم بنفس النمط، وليس سيكون هناك تطور في البشرين، يجب أن الخدمات تكون متوفرة، وهذا يجب أن نكون هناك قعدة البيانات، وفعلاً، نحن نستطيع أن نقول، هناك شيء إيجابي جداً حصلت بعد الثورة في مصر، بالنسبة للمعاقلين، أن نتعامل مجلس قومي للأعاقة، المجلس القومي لشؤون العاقة، بعد أن نتعامل، أمالنا كبير أن هذا المجلس، سيرائب أن كل الوزارات، سيؤدي الإنسان المصري المعاقب، حقوقه مثله، مثل الإنسان الغير معاقب، صعوبات النتيجة عن التواحد، قلتها بسرعة، ولكن سوف نذهب لكم أيضاً، أول شيء، يكون هناك صعوبة في التواصل واللغة، وأول شيء في التواصل، يكون التواصل البصري، يكون هناك صعوبة في فهم القوانين الاجتماعية، لذلك نقول دائماً أنهم يحتاجون روتين، كل ما أدت له روتين في المكان، وفي الزمان، وفي البيئة الفيزيقية التي حواله، كل ما سيرتاح، لأنه سيبدأ يفهم ما هو متوقع منه، صعوبة في فهم الوقت، هو أنه لا يعرف عمل الزمن قوي، لأننا مع مصطفى يجب أن نفضل، يجب أن نقول، يجب أن نفعل هذا، وهناك أولاد الذي يفهم قليلاً، في الساعة، يمكن أن الأم تضع له الساعة، ويبقى كل خمس أو عشر دقيقة، وهناك مشكلة موجودة، لا يجب أن يكون لديهم واحد، فقط أنه يجهز الصبح، هناك صعوبة في أنه يفهم المساحة الموجودة حواله، لذلك من أول شيء، ندربها، عندما تسلم، ستسلم على بعض دراع، وهناك مشكلة كبيرة في الأسرة لدينا، لأننا نبدأ نعلم الناس أنه ليس كلهم سيبوس مصطفى لو سمحتوا، وليس كلهم سيقوموا كأنه طفل، وهذه أيضاً من الأشياء التي ياسمين قالتها عندما كانوا يجبونها في قدودها، كل أحد يفتكر أنه يكون لطيفاً لديهم أعاقة، سيقوموا كأنه طفل، فأنا فكرة جيدة، لديهم أولاد أختي، وقال لهم، أولاً، أن تقبلوا من ابن خالدكم، الذي كان هناك إعاقة، لا تقبلواه من مصطفى، أو أنه ستنفعله مع ابن خالدكم، الذي كان هناك إعاقة، لا تنفعله مع مصطفى، وهذا ليس معناها أنكم لطاف، وهذا يعني أننا نحترم سنه، ونحترم البيئة الاجتماعية، ونعلمه، لن نستطيع أن يكون في البيئة التي حواليه تعلمه. صعوبة في فهم الملكية، لذلك كان لدينا مشكلة قليلاً، أنه يمكن أن نأخذ مكدونالدس، لم يستنى دوره، وعندما يوجد كيس أو بطاطس محطوط، سنأخذه. ما هي المشكلة؟ كان يحدث صوات وصريخ لو كان طفل آخر، هو الذي كان بطاطس تبقى معه، لكن هذه الحمد لله تتحلت. أهم شيء هو أن نحتاج مؤذرة المجتمع، كما قلنا، سواء من الأسرة، سواء من المجتمع المدرسة، لو أن الطفل يكون موجود في مدرسة، المجتمع المهنة والبيئة، المجتمع المحيط على النطاق الأوسع. آخر شيء نقول أن الأشخاص الذين عندهم توحد، يحتاجون، كما قلنا، الروتين الموجودة حواليهم، يحتاجون أن نتقبلهم ونتفاهم السلوكيات الموجودة بسبب ماذا؟ والحمد لله، كما قلت، أريد أن أتمنىكم، مصطفى كبر، وعنده 22 سنة. ترجمة نانسي قنقر هو المهنة الزراعة، كما ترون، يذهب مع أصحابه ورحلات، يحب السباحة جداً، ويحب الخزف، ويحب المركب، وهذه من الأشياء المهمة جداً لدينا، وأنا أشكركم كثيراً. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر